النهاردة هناخد أحياء للصف الأول السنوي في درس النهاردة هناخد تحديد الجنس في الإنسان بالنسبة لتحديد الجنس في الإنسان العلماء مؤخراً اكتشفوا أن الرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس سواء كان ذكر أو أنسى وليس إيه المرأة كانوا بيعتقدوا قديماً أن المرأة هي المسؤولة عن تحديد إيه الجنس لغاية منتصف القرن الماضي تأكدوا أن الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين يوجد في نواة الخلايا الجسدية العادية للإنسان 23 زوج من الكروموزوم أو بمعنى آخر 46 كروموزوم بتنقسم لإيه كروموزومات جسدية وكروموزومات جنسية عندي الكروموزومات الجسدية عبارة عن إيه 22 زوج أو 44 ودي بتبقى متشابهة في الزكر والأنسى وعندي الكروموزومات الجنسية عددها زوج واحد أو اتنين كروموزوم وبتختلف في الزكر عن إيه الأنسى يلا بينا نشوف مع بعض الكروموزومات الجنسية بصوا هنا الخلايا في أنسى الإنسان كل خلايا الجسدية بتحتوي على 22 زوج يعني 44 يا جماعة 22 زوج يعني 44 من الكروموزومات وزوج متماسل من الكروموزومات الجنسية اللي هي XX متماسل يعني متشابه اللي اتنين شبه بعض طيب بيبقى تركبها الصبغي الأنسى عبارة عن إيه 44 زائد XX 44 زائد إيه XX تمام تنقسم خلايا المناسل اللي هي المبايد ما يوزيا اللي هو الانقسام الاختزالي اللي بيقسم على طول النص تمام لذلك تحتوي الأمشاج على نصف عدد الكروموزومات الموجودة في الخلايا إيه الجسدية تمام عشان بعد كده يحصل اخصاب تمام وترجع تاني نفس العدد الإيه الأساسي اللي هو 44 زائد إيه XX طيب البوايدة الأمشاج المؤنسة اللي هي البوايدة بيحمل الصبغ إيه XX طيب التركيب الصبغي للبوايدة أهو إيه 22 زائد إيكس 22 زائد إيكس بصوا زي ما انتوا شايفين كده أهو الكروموزومات الجنسية إيكس إيكس في الأنسة بصوا الاتنين شبه بعض وحجم بعض وكل حاجة أهو إيكس 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 تمام نشوف بقى الخلايا في زكر الإنسان زي ما انتوا شايفين الخلايا في زكر الإنسان تحتوي كل خلية جسدية على 22 زوج من الكروموزومات وزوج غير متماسل غير متماسل ليه لأنه إنه إكس واي يبقى الكروموزومات الجنسية فيه زكر الإنسان عبارة عن إيه؟ عبارة عن إكس واي طيب يبقى التركيب الصبغي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 44 زائد XY تمام؟ طيب برضو خلايا المناسل بتنقسم ميوزياً انقسام اختزالي لذلك تحتوي الأمشاج على نصف عدد الكروموزومات الموجودة في الخلايا الجسدية تمام؟ ينتج الزكر نوعين من الأمشاج المذكرة اللي هي الحيوانات المنوية الأمشاج المذكرة اللي هي الحيوانات المنوية بنسب متساوية وهم حيوانات المنوية تحمل الصبغ X فبيكون تركبها إيه؟ 22 زائد X وحيوانات المنوية تحمل الصبغ Y وهيكون تركبها 22 زائد إيه؟ تمام؟ يبقى أنا عندي نوعين هنا ليه؟ لأنه بصوا هنا الكروموزومات الجنسية عبارة عن XY بصوا Y صغير إزاي؟ وX يعتبر كبير أدي X ودي Y دي الكروموزومات الجنسية في الزكر X و Y أهو يبقى أنا عندي نوعين من الحيوانات المنوية 22 زائد X و 22 زائد A Y بصوا هنا عند تزاوج رجل أدي الزوجة هو وإمرأة الزوجة المرأة هنا 44 زائد XX والرجل 44 زائد XY طبعا الأنثة الأمشاك بتاعتها البويضة هتبقى 22 زائد X أما الرجل أو الزوج هيبقى 22 زائد X و 22 زائد Y ماشي؟ تمام؟ أهو زي ما أنتم شايفين بيكونوا لي إيه؟ زكر وأنثة أهو 44 زائد XY اللي هو الزكر و 44 زائد XX اللي هي الأنثة طيب دلوقتي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا عن الجينات المحمولة على الكروموزومات الجنسية X و Y والمسؤولة عن تحديد الجنس تعمل فيه الأشهر الأولى من الحمل بصوا جماعة بعد 6 أسابيع من الحمل تمام؟ لو كان المولود ده زكر فبعد 6 أسابيع يعني شهر ونص بيبدأ الجنين الذي يحمل الكروموزوم Y فيه إنتاج هرمونات تمام؟ تحت أنسجة المناسل لتكوين الخصيطين ثم تتمايز باقي الأعضاء التناسلية الزكرية طيب لو الجنين ده أنثة بعد 12 أسبوع من بداية الحمل يبدأ الجنين الذي لا يحمل الكروموزوم Y لا يحمل الكروموزوم Y يعني إيه؟ عبارة عن X XX فيه تكوين المبيضين ثم تتمايز باقي الأعضاء التناسلية الأنسوية فيه سؤال كده أنا حابة أنكم تجاوبوا عليه ظل تحديد الجنس حلم يراود كثير من البشر منذ زمن طويل وظلت فكرة أن المرأة هي المسؤولة عن نوع جنينها ذكر أم أنسة حتى منتصف القرن الماضي ولكن مع اكتشاف الكروموزومات الجنسية قد توصل العلماء إلى حقيقة هذا الأمر في ضوء ذلك إلى ماذا توصل العلماء بعد اكتشاف الكروموزومات الجنسية؟ مع تفسير إجابتك تمام؟ تمام؟ جاوبوا السؤال ده مع التفسير هتلاقوا الإجابة بتاعتي أنا قلتها في وسط الفيديو وأنا بشرح وبكده يبقى خلص درس النهاردة أشوفكم إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية